وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء وجميع المسؤولين المعنيين بالرد على ما يثار على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشرح الأمور للمواطنين مؤكدا أن هذا الأمر يدخل في صاميم دور الحكومة منعا لترك المجال لبعض الأخبار غير صحيحة للانتشار مشددا على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق وضحض الشائعات جاء ذلك خلال الاجتماع الإسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة والذي ناقش عددا من الموضوعات والملفات المهمة وخلال الاجتماع تناول رئيس الوزراء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس وبركس بلوس مشددا على ضرورة وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعين الحكومة والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة كما أشار مدبولي إلى مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالصعودية مؤكدا أنه لاقى تقديرا واسعا لجهود مصر في تهدئة الأوضاع في المنطقة وأن هناك إدراكا للتحديات التي تواجه الدولة اقتصاديا بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة